تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس الفخير للاتحاد الملكي للفروسية وسبقة القدرة وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسبقة القدرة وينظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسبقة القدرة المزاد الأول الخيل العربية الأصيلة ويشارك في المزاد مجموعة من خيل الجمال والتي تنحدر من سلالات خيول شهيرة حيث يشارك في المزاد 48 رأسا من الخيول العربية الأصيلة قبل أن يسدل الستار على فعاليات مزاد البحرين الأول للخيول العربية الأصيلة قد أنهى المزاد كافة الاستعدادات لإقامته والذي أريد له أن يكون انطلاقة للمزيد من المزادات المقبلة فيما يسهم في تنشيط تنقل الخيول وشرائها من بين الملاك الأمر يعني الحفاظ على الخيول العربية الأصيلة وانتشارها بين الملاك بما يتوافق مع سياسة المملكة باعتبارها تمثل جزءا أصيلا من تاريخ مملكة البحرين التي تمتلك أجود أنواع السلالات العربية أعتقد أن اليوم يكون هناك حوالي مشاركة 41 جواد 41 جواد بالمختلف الأعمار ففرصة طبعا لملاك الخيل والمربين في البحرين والمزارع لإنتاج بالبحرين أن تعرض نتاج المزارحة لمحبين رياضة الفروسية ورياضة جمال الخيل وبالتالي اليوم عندنا حضور من مختلف دول الخليج لله الحمد وهذا الظهور طبعا الحضور طبعا هذا أدى لليل نجاح المزاد قبل أن يبدأ الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد أصدر كتيبا يحتوي على الخيول التي ستباع في المزاد وما هي سلالاتها ما يعطي انطباعا باهتمام الاتحاد بنجاح المزاد بالإضافة إلى تسهيل المهمة على المشترين في المزايدة على الخيول التي يرغبون في اقتنائها بالإضافة إلى وضع شروط للمشاركة في هذا المزاد من أول شروط أنه يكون اللي بيزايد على الخيل اليوم أنه يكون فوق 18 سنة نزان راشد الشرط الثاني أنه يملي الفورما كامل تبع المزاد ومنها شروط المزاد الشرط الثالث أنه يدفع مبلغ تأمين للخيل المشاركة مثلا اليوم أي واحد عنده خيل اليوم بتشارك ودفع مبلغ تأمين لضمان أنه تكون الخيل هذا موجودا عدنا اليوم في المزاد الحظور تبارك الرحمن كبير وجودة الخيل موجودة في المزاد فوق الأربعين خيل ومن اجود الدماء الموجودة وخيل شعر راح تكون في المزاد ورح تكون في البطولة الثالثة للبحرين البطولة الثالثةistan بلриз البطولة الثالثة تبارك الرحمن احنا نلاحظ أن نوعية الخيل وجودة الخيل في تطور سنويا الخيل اللي راح تدخل اليوم في المزاد مش اقل في المستوى من الخيل اللي راح تكون في البطولة وبعض الخيل مشارك في البطولة والمزادات بشكل عام مزادات خيل الجمال اللي تختص بخيل الجمال هي بادرة طيبة في البطولات لان اللي راح يحضر البطولة راح يشوف الخيل اللي في المزاد ومنها يشتري خيل من المزاد ومنها يشارك بعض الخيل اللي تشتريها اليوم تشارك بكرة مزاد البحرين الأول للخيول العربية الأصيلة استطاع استمالة رغبة العديد من البائعين والمشترين في مكان واحد وتمكن أيضا في أن يجعل من نفسه وجهة مثلة ومحطة يتم من خلالها إثراء الحضور وشد انتباههم في المؤمل أن يسهم في نقل السلالات العربية الأصيلة من بين المرابط في المملكة وخارجها إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين